وين يتمركزون أكثر شيء دولة الجبات الآن بالدولة؟ بالجهاز التنفيذي بالجهاز التنفيذي؟ بالجهاز التنفيذي أنا أقصد من وكيل وزير فمادون يعني الوزير اليوم بنوعا ما تقيد ليش؟ لأن رئيس الحكومة عنده بوصله ويدخل فيه كل تفصيلة للوزير وكل وزير خال عليه مستشار مراقب وبالتالي أصبحت هناك صعوبة أكو زراء يشتغلون خاصة لمستقوين بمنختارهم ولكن على الأعم الأشمل اليوم من يعمل هم الجهاز الإداري هؤلاء من تم الاتفاق مع سيد الشياع في هذه الدورة على أن يتم فلترتهم وعندما قصينا الشريط وبدأنا نفلتر واجهتنا ما واجهتنا أستاذ مجمع أي؟ يعني أنطيك كم مثل أنا أستاذ عيد أبو نفط الوسط والملفات اللي افتحتها عليها يا ابن الحلال والله مون شركة وزارة يعني المال اللي تجنيه هذه الشركة اللي هل قدوتها تعادل أموال وزارة ميزانية وزارة يعني خلأ أنطيك فد مثل بسيط هو نفسه مع الجهة السياسية اللي تقود إليه سوية ثلاث شركات ثلاث شركات كل عقود شركة عفا مون نفط الوسط مصافي الوسط كل الشركات تذهب الذني لو مون يتقدم تذهب الذني الشركات النجمة الخارقة طبعا أنا محاوظة لأن الملف مو كل شيء يعني هذا بس يعني موجودة كل أوراق وخلي أقول لك حلت طبعا استدعيته من استدعيته جيش من المحامين جيش من التسقيط وعبرت وحلت الملف للنزاهة وسيد رئيس مجلس بزراء فتح لجنة تحقيقية من يمه ووجه القضاة يوميا القضاة النزاهة موجودين بصع في الوسط ولحد هذه اللحظة مطلع من مكانه ليش؟ لأن الجهة المالكة إلى جهة قوية تلتزم أكو جهات حزبية مني وقع صاحبة تفرط بي يعني منظومات اقتصادية مني وقع صاحبة بسهولة تفرط بي يعني الطايح رايح على قولته أما أكو جهات لا 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 محامين بالمجلس النواة بيشتغلوا السيد شيع يعرف هذه الجهة ويعرف أكو ضغوطات على القضاة وعلى الناهب وعلى المستجوب يعلم جيدا يعلم يعلم القضاة أعز له السه لأن القضاة يعني أنا من وجهة نظر اليوم القضاة يؤدي دور إطفاء حرائق الفساد وحرائق السياسة بالدولة العراقية اليوم بكافة القرارات التي ظهرت أما السيد الشاء أنا متأكدة يعلم ولكن هو كل يقبض على جمرة يريد يعمل ويريد ما تجي هذه التعثرات يمكن يأخذ لمساحة من الوقت يكون مسيطر بها قد تكون في الدورة القادمة هو مسيطر بمنظومة نيابية فات 50-60 نائب ممكن يضرب هذه الأمور لأن أنا متأكد هو غير راضي لأن أنا أول ما راسلته وقلت لهذا فاسد قال لي عندما تثبتين عليه الفساد سأكون جاهز لسحب يده كل مرة يا أبو أين سحب اليد يا معاودين أنا أخذك أين سحب اليد أبو أبو مصاف الوسط خلصنا من عنده ما قدرت له في حين مثلا أبو مدير عامل تأمين لما استجوبته لأنه لم يرى أحد تطق بسرعة سرعة استبدل هم ثبتت عليه الفساد زيان هسا أبو مصاف الوسط ما انسحبت إيده لا ملف طبعا بعد اللتي ولتي يا أستاذ نجم يعني أنت لا تراوي لا تتصور أنا هذا اللح جيالك بخمس دقائق إحنا عندنا معاناة في ثلاثة أربعة الشهر الحد قبل ثلاثة يام إحنا نخابر على هيئة النزاهة شنو اللي صار أي هيئة النزاهة قبل أيام يلا حالت من أصل ثلاثة أربعة الشهر يلا حالت ملف هس وصل لقاظ النزاهة شنو أخذ بعد ما أثبتت يعني شنو أخذ مصفى كربلا مصفى كربلا اللي عقد يسو ملايين الدولارات يتعاقد ويكوريين إفادات وغرامات تأخيرية ماكو ومصفى أو هم ورئيس الوزراء بفتتاح مصفى ثاني يوم بين علي الزنجار والحد الآن ما يقدرون يفتتحوا لأن ما درب كفاءات عراقية لإدارة المصفى هذا الآن اللي حجيت بها وجوشة الإلكترونية ما لاتهم هاجموني هذا عمليات الحقن اللي عطلت المصفى نعم حطلت المصفى نعم هو السبب بها نعم ليش تدري ليش هو السبب هس يقول لك هل شو العلاقة من مصفى المصفى بس أنت الجهة القطاعية التي تستفاد من مصفى كربلا وبالتالي أنت تكون يعني خلال يمكن خمس سنين هي عملية التعاقد على مصفى كربلا خمس سنين إفاداتنا تروح عقد مع الكوريين تروح كوريا تدرب ونصرف مليارات تأخرت الشركة الكورية غرامات تأخيرية ما خلينا غرامات تقريبا بستين بستمائة مليون ما خلينا على هذه الشركة والنتيجة نفتتح مصفى ما نقدر نشغلها من هو وراء الفاسدين اللي انطيتك مثالها أنا هسه هذا بهذا الإيد اللي يعني منظومة يعني الصور يصير عندهم توأمة ويمهربين نفط يعني واحد مجرد عقيد بآمر فوج بالمنطقة اللي موجود بها مصفى الوسط هو اللي يجيب للشركات هو اللي يدخل لياله ليلا بدون أن يكون هناك نداء بأرقام السيارات وعنده طبعا كان عنده مزرعة بوربيتة حتى غزلان وطيور يعني أرقل نوادر الحيوانات موجودة بها السيد العقيد السيد المدير هذا يهيئ إلى الشركات العقيد هذا يهيئ إلى الجانب الأمني والسيد المدير العام امبراطور وبالليل دق عنه دق وبالليل دق عنه دق من استجوابنا نواب محامين تستجواب طوله استدعيته استدعى عبارة عن استجواب لأنني واجهت ب33 ملف ما قال ما قدر يجاوبني يصور جاي بواحد ويغير تصديف الوظيف ماته وسوا قانوني يجاوب عني أذكر بكتها اسم حسن وخلي اسمها اسمي لأنني فاتحة عليها ملف ونحال للقضاء هو يجاوب ما يجاوب ما يقدر يجاوبني ودي يسمعون أحسنت ودي يسمعون النواب اللجنة الأخرى اللي هو ينتمي إلها داي يسمعون داي يسمعون ويجاوب وتالي بطلعت أنا المذنبة لأنني استجوابت لأنني أنت مستعدة تستهدفين هو بالليل من يشتغل غير داي يشتغل مصلحة الوطن كلش سهران تعباء لا شي سوي قاعد وإيه القرودة سهاء سهران وإيه القرودة سهران لأن هي المزرعة حتى قرودة بي نماذج أنا استفقون بخاف أكمل اللي حتها يعني بالمزرعة قرودة وبرة قرودة وبالتعين قرودة زين